وفقها محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة على إنشاء مجموعة من الخدمات تحقيقا لمطالب أهالي قرى رفح وأثناء زيارته لقرية الناجع شبانة برفح ولقائه مع الأهالي أعلن المحافظ أنه صدق على إنشاء محطة تحلية مياه بالقرية لتغذية قرى رفح وتزويدها بمحولين للكهرباء مشيرا إلى أنه يجرى حاليا توصيل الطيار الكهربائي وسيتم إطلاقه في نهاية الأسبوع القادم وأضاف المحافظ أنه سيتم صيانة أبر المياه الزراعية بالقرى علاوة على إنشاء عدد من الأبر الجديدة بقرية الناجع الشبانة إلى جانب اعتماد صرف تكافل وكرامة لأسر القرى العائدة برفح كما وافق محافظ شمال سيناء على فتح وحدة صحية وصرف جميع المقررات التموينية لأهالي قرية والقرى التابعة